السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله اليوم سنناقش موضوع الثاني من باكالوريا 2014 وفي هذا الفيديو اخترت لكم سؤال ثمانية أما باقي الأسئلة سنناقشها عبر مجموعات ماسنجر سؤال ثمانية هو الذي يخص المضخمات سؤال ثمانية يحتوي على أربعة أجزاء قبل الإجابة على الأسئلة هناك أمور مهمة يجب معرفتها في هذه الدارة لدينا مقارنين ولدينا عدة مضخمات المضخم الأول يسمى مضخم التابع المضخم الثاني وهو مضخم غير عاكس المضخم الثالث كذلك مضخم غير عاكس أما المضخم الرابع ومضخم خامس فهو عبارة عن مقارنات يقارننا الجهود V2 والجهود V3 نبدأ في المضخم رقم 1 يسمى بالمضخم التابع يربط مخرجه بالمدخل العاكس حيث هذا سلك لا يحتوي على مقاومة رجع أن لا توجد مقاومة هنا وبالتالي مقاومة سلك تساوي الصفر علاقة المخرج بالمدخل حيث V40 على V3 يساوي V1 على V ويساوي 1 وبالتالي دائما V40 يساوي V3 أي V1 يساوي V نذهب إلى مضخم رقم 2 نلاحظ في المضخم رقم 2 تغذية مربوطة بالقطب غير عاكس لذلك سمية بالمضخم غير عاكس وكذلك يحتوي على تغذية راجعة تغذية راجعة هي مقاومة مربوطة ما بين مخرجه وأحد مداخلي وهنا مدخل العاكس وبالتالي قانون التضخيم في هذه الحالة يساوي جهد المخرج على جهد المدخل ويساوي V2 على V1 ويساوي مجموع المقاومتين على المقاومة الغير عاكس التي هي R3 وبالتالي V2 على V1 يساوي A3 على R3 ومنه V2 يساوي A3 على A3V1 نذهب إلى مدخم رقم 3 مدخم رقم 3 هو نفسه مدخم رقم 3 نوع هذا المدخم هو مدخم كذلك غير عاكس لأن تغذية 12 فورت مربوطة بالقطب غير عاكس وبالتالي V3 على V1 أي جهد المخرج على جهد المدخل يساوي V3 على جهد التغذية هو 12 فورت ويساوي مجموع المقاومتين RxZR على مقاومة غير راجعة وبالتالي V3 تساوي RxZR على R12 نذهب إلى مدخم 4 والمدخم 5 نلاحظ أن مدخمين لا يحتويين على تغذية راجعوا وبالتالي وظيفتهم المقارنة بين الجهود V2 و V3 إذن وظيفة مدخم 4 و مدخم 5 هو عبارة عن مدخم عملي يعمل عمل مقارن نذهب إلى الأسئلة نذهب إلى الأسئلة السؤال الأول طلب منك إيجاد قيمة توتر V قيمة توتر V لحساب V نستعمل قانون قاصم الجهد الذي ينص على ما يلي عفوا الذي ينص على ما يلي مقاومة راجعة R1 على مجموعة مقاومتين في هذا الفرع في الجهد أي كل 12V وبالتالي بعد الحساب V يساوي يساوي 3V V يساوي 3V سؤال ثمانية أثنين استخرج عبارة V2 بدلالة A3 RT و V قبل استخرجنا علاقة V2 وجدناها تساوي RT زايد R3 على R3 V1 بما أن V1 يساوي V عرفناها في المضخم التابع إذن V2 يساوي RT زايد R3 على R3 سؤال رقم ثلاثة يوجد قيمة RT ثم V2 من أجل تتا يساوي 111 عرفنا عرفنا روعد صعيب تساوي 100 درجة مئوية حيث RT أعطيت لنا تساوي R0 في 1 زايد ألفا فوى تتا بالتعويض نجد أن RT يساوي 138.5 أوم حساب V2 لدينا V2 تساوي RT زايد R3 على R3 في V RT وجدناها 138.5 زايد ألف يعني أن المقاومة محولة إلى أوم تقسيم ألف في الجهد الذي وجدناه ثلاثة والنتيجة النهائية تساوي 3.42 فول سؤال جواب 8 جد والتشغيل درجة الحرار لدينا في السطر الأول V3 أكبر من V2 في مقارن رقم 4 بما أن V3 عفوا لمرة ثانية بما أن V3 في القطب الموجب أكبر من V2 فالمخرج المقارن هو 15 فول 15 فول أما في المقارن رقم 5 بما أن V3 أكبر من V2 وV3 موصولة بالقطب العاكس وبالتالي مخرج المقارن 5 0 فول S يساوي 1 R يساوي 0 إذن S نشط K يساوي 1 وبما أن K يساوي 1 المقحل T يكون في حالة في حالة التشبع الوشعة تدرى مغناط ويغلق الملمس ويتم تشغيل مقاومة في السطر الثاني لدينا V2 أكبر من V3 إذن V2 موصولة بالقطب العاكس وبالتالي V4 يساوي 0 وفي المقارن الخامس V2 أكبر من V V2 أكبر من V3 وبالتالي V5 يساوي 15 فولت إذن S خاملة R نشط 1 منطقي K يساوي 0 المقحل يكون مانع الوشعة غير ممغناط الملمس يفتح وتقطع التغذية على المقاومات صحيح